مساء الخير والمحبة عليكم أصدقاء الحلوين تحياتي للجميع بعد لقاء دام من الساعة الثانية ظهرا في توقيت ألمانيا إلى حد الساعة السابعة مساء للمستشارة إنجلا ميركل مع رؤساء المقاطعات الستة عشر في ألمانيا وأخيرا وبعد انتظار طويل ظهرت المستشارة بمؤتمر صحفي لتجيب على أسئلة الصحفيين اختصرت لكم كل ما تم قوله بالمؤتمر في هذه الأوراق الصغيرة وحاليا رح نشوف شنو أهم ما حصل اليوم في هذا المؤتمر أصدقائي طبعا كان بالمؤتمر الصحفي السيدة ميركل المستشارة الألمانية مع سيد ماركوز زودر رئيس بافاريا أصدقائي لم يتم صنع المزيد من القرارات ولم يتم حسم موضوع فيما لو سوف يتم تجديد القيود أم سوف يتم رفع القيود ولكن المستشارة أنجلة ميركل بدأت كلامها بأنه بـ 25 عشرة الاجتماع اللي نقلت لكم يا قبل فرضنا لإجراءات الأولى ولا وسوف لن نعمل إزفشن بالانس يعني ما رح نعمل فد إجراء وسطي في هذه الفترة لأنه لم تحصل أشياء كثيرة في هذه المدة فراح يكون اجتماع أسبوع القادم فأصدقائي أكدت المستشارة أنجلة ميركل أنه الكيرف ما تغير تغير كبير نتيجة الإجراءات اللي سووها 25 عشرة وإنما صار تحسن بسيط جدا وإنما التحسن مو كبير لا هو تدهور كبير ولا هو تحسن كبير فلذلك تم تأجيل كثير من الأشياء إلى 25 نوفمبر أصدقائي بعدياً المستشارة أنجلة ميركل شكرة الشعب الألماني وشكرة سكان ألمانيا على التزامهم بالقواعد الصعبة وأيضاً ذكرة أنه نحتاج طلب منعدها للشعب الألماني طلب مقانون طلب أو رجاء منعدها للشعب أو لسكان ألمانيا أنه نحتاج أنه نعمل كونتاك بشرين كونج نحتاج أكثر كل ما عملنا كونتاك بشرين كونج يعني تقليل التواصل ما بيننا كل ما رح نقطع سلسلة كورونا أكثر وأكثر وبعدياً ذكرة أنه بـ 25 نوفمبر رح نبحث بأمور عديدة بالمستقبل رح نشوف هل رح يستمر التحسن البسيط أو السيطرة البسيطة رح تستمر وتنخفض الإصابات أكثر إذا انخفضت رح يكون قرار للمستقبل يوم 25 دعاش وإذا لم تنخفض الإصابات وإذا بقت على ما هي عليه سوف يكون احتمال إجراءات أكثر يا أصدقائي وبعدين ذكرت أنه لازم نتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على عدد الإنتنسيف بيتهم بالمستشفيات لأنه تعرفون المريض بكورونا وحالته سيء يحتاج الإنتنسيف بيت فذكرت أيضاً أنه المستشفيات اللي تسوي عمليات غير ضرورية في عمليات كثيرة غير ضرورية رح نطلب منها أنه تمنعها لها العمليات الغير ضرورية ونعاوضها بمبالغ مالية حتى لا تخسر المستشفيات حتى يتم التفرغ إلى مرضى كورونا بشكل أكبر يعني المستشفيات كانت تشتكي ولكن رح يتم تعويضها ورح يتم بعض الأشياء بخصوص الأمور الضريبية اللي أمراض عندهم بالجهاز التنفسي واللي عندهم سمتومة لأشياء يعتقد بأنه هي كورونا حتى لو كانت غير كورونا فيفضل حسب ما ذكرة المستشارة أنه يبقون في منازلهم ورح يكون قرار من هالنوع قريباً وأيضاً أصدقائي ذكرة المستشارة أنجلة ميركل أنه تجنب السفرات ياريت الجميع يتجنبون السفرات الغير ضرورية والمناسبات الغير ضرورية لحد الآن كلتها نطلب من شعبنا وإلى آخره ما طلع قرار مثلاً ممنوع السفرات ممنوع التجمعات يعني لا شيء جديد لحد هذه اللحظة وذكرة المستشارة بعض المقاطعات تحسن بها الوضع بعض الإجراءات اللي فرضناها وبعض المقاطعات لم يتحسن بها الوضع أصدقائي وأيضاً ذكرة المستشار أنجلة ميركل بأنه هدفنا أنه نخفض الإصابات لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع نخليها تكون خمسين أو أقل حالياً في مدن كثيرة من ضمنها المدينة اللي آني بيها النسبة هذه توصل إلى ميتين وسبعين نسبة كبيرة فهدف المستشارة أنه تخفض الإصابات إلى تحت الخمسين حتى لا تكون ريسي كوكبيت المنطقة بالنسبة للروضات وبالنسبة للمدارس لا يوجد أغلاق ولا يوجد قوانين جديدة لأجل الأهالي حتى يكونوا متفرغين لأداء واجباتهم حتى لا تنقطع وتنشل الحياة فأصدقائي المستشارة أنجلا ميركل ذكرت أيضاً الخبر اللي صدر اليوم من أمريكا بأنه شركة موديرنا الأمريكية عملت لقاح والفعالية مالتها ضد كورونا 94% ونصف فعال ضد كورونا بعد ما اخترعوا الألمان لقاح طلعت هواي شركات بالعالم ذكرت أنه الروس قالوا وحنا عندنا لقاح أعلى من 90 أمريكا اليوم سبحان الله شركة موديرنا ديقول 94% كأنه اثنين قاعدين دايسولفون أنا بقعت الحديد أشيل 200 كيلو بالضغط بالكذا ويجي واحد يقول لأنا أشيل 250 وهذا كيزاد يقول لأنا أشيل أكثر فما نعرف بس المستشارة متفائلة إن شاء الله يا ربي هذا التفائل يديم أصدقائي النقطة أخرى ذكرتها المستشارة أنجلا ميركل اللي هي الناس العليهم خطر الريسيكو كوبا أنه يرتدون كمامات معينة اللي يتقدم حماية بشكل أكثر والسعر هيكون أغلى نوعا ما اللي هي FFP2 هذه رحيتم يعني توفير مساعدة أو شيء من هالقبيل أي تفاصيل أخرى ما توفرت بالوقت الحالي وأيضا اليوم من الأشياء اللي حصلت تم التطرق إلى تطبيق كورونا التطبيق اللي بدأ يعني تداول بشكل كبير في ألمانيا بخصوص المناطق الخطرة والمناطق اللي ممكن تكون بيها إصابات كثيرة فيعني تم التأكيد على موضوع الديجيتالي زيغونغ اللي هو الأشياء الرقمنة فيعني يبدو أنه هذا نصيحة من الحكومة للناس باستعمال هذا التطبيق بشكل كبير لأنه يوفر معلومات ذات مصداقية عالية ورح تضاف إليه ثلاث خاصيات بالأيام المقبلة فلهنان خلص كلام المستشارة أنجيلا ميركل وإجت دور إلى السيد ماركوس زوتر رئيس بافاريا أصدقائي فالسيد ماركوس زوتر أيضا ذكر هذا الأسبوع لي من تم قرار الكثير لأن الاجتماع القادم سيكون أكثر يعني أهمية أو رح يكون أكثر حسم من الوقت الحالي وذكر نفس الكلام لذكرته المستشارة وذكر أنه الأعداد المستقرة بالوقت الحالي يعني استقرار التصاعد يعني تقريبا هي قفلة على 23 أو 22 ألف إصابة باليوم هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز بالنسبة لعدل سكان ألمانيا مقارنة بدول أخرى ما قدرت السيطر على الكيرف ولكن تمت السيطرة في ألمانيا فلذلك الأسبوع القادم رح يكون الموضوع حاسم أكثر لأنه هذا الأسبوع اللي رح يحصل به رح يأثر على ما سوف يتم إقراره في الأسبوع القادم أصدقائي بعدين ذكر السيد زودر بأنه الأرقام هي أهم شيء ويجب السيطرة عليها من أجل تحجيم الوباء وذكر السيد زودر بأنه عنده أمل نوعا ما بأنه بنهاية نوفمبر رح يكون هناك تحسن ملحوظ أسوأ سيناريو ذكر السيد زودر أنه يكون عندنا أغلاق أسبوعين أو أغلاق شهر ووراها يعني يرجع الفتح وبعدين يصير أيضا أغلاق لمدة أسبوعين أو شهر وبعدين فتح فهو ذكر أنه هو يؤمن بأغلاق واحد وحاسم وقوي بإجراءات واحدة حتى لو كانت طويلة وبعدها يتم الفتح وأيضا كرر نفس الكلام بخصوص المدارس وذكر أنه كورونا أذت الكثير علينا جميعنا أن نتحمل هذه الأذية خصوصا وأن اللقاح يعني صار شيء قريب فيبدو أنه هي حملة لأجل تشجيع الناس على الصبر والتحلي بالصبر في هذه الأيام الصعبة لأنه لم يبقى شيء اللقاح قادم جدا وأسبوع القادم رح يكون تلميحات أكثر بخصوص الفايناخت وعطال الفايناخت والأشياء الأخرى سوف يتم مناقشتها بالأسبوع القادم إذن اليوم لم يتم إقرار الكثير ولم يتم إنجاز الكثير مجرد مراجعة أو دراسة الموقف اللي وصلت لألمانيا بعد الإغلاق اللي قرروا باجتماع 25 نوفمبر أصدقائي 25 أكتوبر عفوا لهنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية المؤتمر اللي سوت المستشارة أنجلة ميركل مع رؤساء المقاطعات الستة عشر وبعدها سوت مؤتمر صحفي لخصت لكم كل ما جاء من هذا المؤتمر إن شاء الله يارب تكونوا تستفاديتوا ربي يحفظكم وتصبحون على ألف خير تحياتي لكم مع السلامة